أنا أسألك أيا بعد إذنك لو سمحتي لي بدون ألقاب أنه حياة كريمة هتعمل إيه في حياة 58-59 مليون نسمة بيشكلوا تقريبا برضو 59% من سكان مصر الحقيقة حياة كريمة بتهدف أنها تغير ملامح الريف المصري من كافة منحية بمعنى إيه؟ بمعنى إحنا بنشمل كافة محاور البنية الأساسية والخدمات الأساسية المحرومين منها القرى على مستوى مصر كلها وهم حوالي 4584 قرية في 175 مركز في كافة محافظات الجمهورية بنشمل أن إحنا نقدم لهم الخدمات الأساسية كلها بدءا من مياه الشرب والصرف الصحي محطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة الثلاثية اللي حاليا طبعا دي بتساعد على الحفاظ على البيئة والتغيرات الممنخية بجانب أيضا أن إحنا بنشتغل على محور الغاز الطبيعي وتوصيل الكهرباء وخدوط الكهرباء ومحور الاتصالات نحن نوفر لهم الفايبر أوبتيكس في كافة القرى بجانب ذلك أن إحنا شغالين على محور التعليم والتوعية والثقافة وبناء الإنسان نحن بنلهم مدارس ونقيمها على أكمل وجه وبنأهلهم أن هم يبقوا مستعدين لهذه المنظومة التعليمية فإحنا بنوعي الطلاب ونوفر لهم كافة الأجهزة وكافة المحاور الخاصة بي توعيتهم على المنظومة التعليمية الجديدة ونحن نشجعهم ونوصلهم إنترنت داخل هذه المدارس عشان يقدر كمان يبقى يواكب هذه المنظومة التعليمية على الصعيد الآخر شغالين على محور الصحة في إنشاء وحدات صحية مناسبة ومستشفيات حكومية في كافة المراكز والقرى بعد طبعا الدراسة للخريطة الوبائية اللي موجودة في كل محافظة وكل قرية لأنها بتختلف من محافظة وقرية بنوفر لهم التخصصات المناسبة لها بكافة أنواع هذا العيادات المناسبة لها عشان الكلام ده كلام مهم جدا ومش عاوز أضيعه بصراحة ولا عايز زهني اللي بدأ يا شيخ ويعجز خليني أنسى أنا قبل ما هروح على إن إحنا نتكلم في حكاية الصحة وأنكم عندكم خريطة وبائية وبتعرفوا الأمراض اللي موجودة وتشتغلوا عليها وده الشغل اللي لم نعتاده على الإطلاق يعني لكن هروح على مسألة التعليم عشان ده ملف مهم والناس دايماً تعود تتكلم فيه والرئيس حتى أشار إليه مع برنامج التاسع وشخص المطادع أنتوا عندكم جوة حياة كريمة في حاجة اسمها تعليم حياة عايزين إيه من وراء تعليم حياة؟ أنتوا عايزين مني أنتوا كمان سيبوني في حالي أنا عايز أسمع الحقيقة مبادرة التعليم حياة هي مبادرة أطلاقتها مؤسسة حياة كريمة بتعاون مع ودافون الحقيقة بتستهدف عدد من المدارس على مستوى جمهورية في الكرة الأكثر احتياجاً عشان نوفر لهم الأجهزة الخاصة بالمعامل نوفر لهم الإنترنت بنعمل لهم توعية على منظومة التعليم كاملة بنعمل توعية للمدرسين بنعمل توعية للطلبة يمكن استكمالاً للجهود الخاصة بالتعليم أطلقنا مؤخراً راجعين نتعلم وراجعين نتعلم ذي الحقيقة أننا في خلال طبعاً القرار اللي صدر أننا نتدخل في المدارس بشكل عاجل عشان نسدد مصروفات المدارس تنفيذ توجهات سيد الرئيس طبعاً لدعم منظومة التعليم وأننا نوفر لهم مستلزمات الترازية فإحنا قدمنا حوالي 55 ألف خدمة لـ 40 ألف طالب في حوالي 25 محافظة على مستوى جمهورية وده يمكن مبادرات مبهجة جداً وأدخلت الصرور لقلب الطلاب والأهالي مين الطالب اللي يبقى مشمول جوه راجعين نتعلم؟ نحن الحقيقة في 12 فئة مشمولين بقرار سيد وزير التعليم والحقيقة أن دولة تم إعافقهم المصاليف الدراسية فإحنا عندنا في عدد من الفئات لم يتم شمولها زي مثلاً السيدات اللي هما لسه لم يتم انتهاء من إجراءات الطلاق بتاعهم زي مثلاً العمارة غير المنتظمة ودول عدد كبير جداً زي بعض الأسر اللي هي المحتاجة واللي هي غير مشمولة دي عدد كبير جداً بتشمل هذه الأسر فإحنا الحقيقة استهدفناهم في المقام الأول طبعاً لما بيتم طلب أن نتدخل في أي حالة عاجلة بيتم التدخل وشمولها طبعاً على طول من خلال فرق الرصد الميداني على كافة محافظات الجمهورية بننزل بنعمل التقاصي الميداني بتاعنا والتقاصي الاجتماعي لهذه الأسر مع البحث الاجتماعي لدي الأسر وأنهم فعلاً بيعقهم أنهم يسددوا هذه المصروفات وبيتم دفعها من خلال الإدارة المركزية بتعاون مع وزارة التربية والتعالي